الخبر عاجل عاجل عشان احنا تواصلنا وتأكدنا منذ ثواني لسه بيقولوه ليهو دلوقتي منذ ثواني حتواصلنا مع بشيكو الموديل الفني لفريق بيراميدز وقال ان هو جاله عرض من نادي مارسيليا وبلغ ممدوه حييد انه عايز يمشي بعد مباراة البنك الاهلي اللي جاية في الدوري يوم لاتنين بصراحة عرض مهم جالك عرض من مارسيليا معليش حلوة برضو يعني معليش حلوة بيراميدز وقص فيه مدربين لما يجوا يمشي نقوله هم مشوا ليه عاما وكان بيدارب فرقة هنا بس ده مارساليا فريق تاريخي وفريق عظيم وفريق الفرقة الكبيرة في الدولة الفرنسية واينافس دايما او يحاول منافسة باريس سان جرمان على الدور الكهفة باريس سان جرمان هيكسب بس يعني بيحاول ينافس باريس سان جرمان فهو فريق كبير طبعا طبعا فيها الدولة الفرنسية لعب في ميدو لعب في دروكبة لعب في بايي أنا بقول بس الأسماء اللي على ذاكرتي بصراح يعني بس أسماء كبيرة لعبت في مرساليا طبعا طيب طيب فاكين بيصيروا برضو بيصيروا كان بيضرب النادي الأهلي وجالوا عرض من بورتو البرتغالي تقدرش تقول له حاجة فيها ندية كبيرة كده في أوروبا لما يجي لك منها عروض مش همسك فيك هقول لك معلش تماشي روح معلش منذ لحظات باتشيكو جالوا عرض من مرساليا الفرنسي وتواصلنا مع باتشيكو الموديل الفني جين باتشيكو الموديل الفني لبيرامدز وقال إنه هو عايز يروح مرساليا وبلغ إدارة بيرامدز إنه هو عايز يروح مرساليا ويوافع على عرض مرساليا الفرنسي وقال إنه مباراة البنك الأهلي أو طلب من ممدوح حيد إنه مباراة البنك الأهلي تكون هي المباراة الأخيرة ليه مع فريق بيرامدز طبعا خسارة كبيرة البيراميدز ولكن شغال معهم بشكل كويس جدا وتصور ان النتاج مشروعه كان هتظهر الموسم ده رحيله اكيد يعني حاجة مش تفرح بيراميدز جدا بس طبعا العرض ما يترفتش بالنسبة للمدرب يعني مرسيليا يعني